اهلا بكم حبيبي طلاب جريد فور في درس الجيد على قناة برايفت الي ان شاء الله هناخد لسن 5 اللي بعنوان more about decimal numbers في الدرس التاعنا النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعضينا الكلام على decimal numbers وعرفنا من الدرس اللي فات ان decimal numbers هي صورة من الصور اللي بقدر احط عليها النمبر والصورة دي اول مانا ببصّلها على طول بقدر احدد whole ones واقدر احدد fraction وقلنا ان اهم حاجة بتميز الصورة دي ان الفراكشن بتاعها بيكون اجزاء من التنس لكن الدرس اللي فات نهاردة ان شاء الله هنتكلم اكتر عن الفراكشن بارد وحنشوف ان هو بدل ما يبقى اجزاء من التنس ممكن نخليه اجزاء من الهندردس ومش كده وبس دي انا ممكن كمان اخلي الفراكشن اجزاء من الساوزنس يلا مع بعضين نبدأ الدرس ونزود معلوماتنا عن ال decimal numbers لما نجي نبص على الرسمة دي ونحاول نعبر عنها هنقول ايه اولا ده كله whole one يعني ده one كامل متقسم كم باردس لما نجي نعدهم هنلاقي متقسم 100 باردس دول كلهم 100 طيب الجزء اللي احنا واغدينه من الهندرد او البارد اللي احنا واغدينه من الهندرد او الفراكشن اللي احنا واغدينه من الهندرد كام واحد لما نجي نعدهم هنلاقيهم 43 طيب ايه اللي يمنعني ان انا عبر عن هذا الفراكشن ده بالمنظر ده احنا قلنا من الدرس اللي فات ان ال decimal number بيتميز بايه بنحط point كده في النص بنسميها decimal point وبنكتب على الرأي منها الفراكشن وبنكتب على الليفت ال whole ones طيب انا عندي الفراكشن هنا عبارة عن ايه 43 parts from 100 parts هنا بقى حنعمل ايه بدل ما هيبقى فيه بليس واحد حنزود another place يعني هنحط two digits التو ديجتز دول حكتب فيهم 43 ويبقى 43 دول عبارة عن 43 hundreds يعني 43 parts from 100 parts ولما بنجي نقراها بنقول 0 point 43 او 0 point 43 ممكن نقول 0 point 43 او 0 point 43 يبقى الدرس بتاعنا النهاردة اولاد الدرس بسيط جدا كل الجديد اللي فيه ان انا ال denominator بتاعي ممكن يبقى 100 يحنا الدرس فاكتن لأ المراد ممكن اخليه 100 وطالما 100 حكتب النهار اللي فيه ان تو ديجتز بليس طيب يالله هن لما نيجي نعبر عن الشكل ده بالمكسد نهار بنكتب ايه اولا عندي ون كامل او هول ون ادي الوان اهو طيب الوان ده انا واخد منه فراكشن قدي ايه واخد منه 1 2 3 4 يعني واخد منه 4 parts from 100 parts يعني المكسد نهار ده اسمه ايه 1 and 4 over 100 طيب لما نيجي نكتبه بالدسمى النهار هنكتبه ازاي هنكتبه بالمنظر ده نحط ال point اهيه وعلى left اكتب ال whole ones عندي كام عندي وان اهو وعلى ال right من الدسمى ال point بكتب ال ايه الفراكشن part اللي هو الفور ناخد بالنا بقى ال hundred معناها ان فيه عندي two digits هنكتب فيهم النمبر اللي فوق لو لقيت 4 تكتب في البلس ده لا تكتبش فين في البلس ده تعالوا مع بعدينا نشوف الفراكشن اللي هو الديناميناتور بتاعه 1000 انا عندي هنا 542 divided 1000 هل ده بروبر فراكشن ولا اين بروبر فراكشن يعني ده less than one ولا greater than one لا طبعا ده less than one ليه علشان النوميراتور is less than denominator وبالتالي لما اجي احبر عن الكلام ده في صورة decimal number لازم احط هنا zero لان ده less than one معنديش whole one خالص وبعد كده اكتب ال point طيب نيجي نبص بقى انا عندي هنا ساوزن طماما ساوزن يبقى لازم احط هنا three digits والthree digits دول اكتب فيهم النمبر اللي فوق يبقى five thousand forty two هكتبهم في three places اوكي طيب نقرأ هنقول ايه five hundred forty two thousand يعني five hundred forty two parts from thousand parts يعني اللي سكوير كله اللي احنا بنقسمه قسمناه لساوزن بارت الصغيرين خدت منه بقى كان بارتس five hundred forty two parts اوكي لما نيجي نرى نقول ايه five hundred forty two thousand يعني اجزاء من الساوزن اجزاء صغيرة من الساوزن او ممكن نقول zero point five for two او zero point five four two طيب نجي نشوف النمبر ده المكسد نمبر ده المكسد نمبر ده المكسد نمبر ده greater than one ليه عشان انا عندي هنا twenty seven whole ones موجودين هم وواضحين قدامي يبقى لما اكتب المكسد نمبر ده في الصورة بتاعت الدسمال بعمل ايه ادي الدسمال بوينت هي نقوم جايين كاتبين twenty seven on the left from the decimal point يبقى twenty seven وعاكده البوينت طيب السيرتي فايف نكتبها ازاي هل اكتبها كده اقول twenty seven point سيرتي فايف هل اقول كده هو احنا بنحط النيومريتور وخلاص بعد الدسمال بوينت لا انا الاول لازم اشوف الدينومريتور بتاعي عبارة عن ايه انا شايفه ساوزند يعني فيه سري زيروز يعني لازم احط سري بليسز نفتح كده سري بليسز السري بليسز دول احط فيهم السيرتي فايف لما احط السيرتي فايف في السري بليسز ما احطهمش في التو بليسز دول لأ نبدأ من اول التو بليسز دول كده اوكي علشان نسيب مكان ان لو في السيرتي فايف زادت وبقت هندرد او تو هندرد او سري هندرد نكتب الدجت ده في البليس ايه في البليس ده اوما لازم النمبر ده عبارة عن ايه ده عبارة عن كده دوينتي سيفن اند سيرتي فايف اوور هندرد نوت ساوزند اوكي طيب لما نيجي نقرها بنقول ايه دوينتي سيفن اند سيرتي فايف ساوزند اوكي طيب نيجي نشوف دلوقتي هنا ازاي هنحول الامبروبر فراكشن لدسم النظر هندرد سيرتي فاور دفايد هندرد هنعمل ايه حنقسم الون هندرد سيرتي فور لهندرد كاملة والايه والسيرتي فور ده ان الون هندرد سيرتي فور دي عبارة عن هندرد بلاس مين بلاس السيرتي فور فاخذنا constant over 100 اللي هو whole 1 وسبنا الفراكشن ده جنبه عشان يبقى واضح 100 over 100 يديني كام يديني 1 طيب وال �irty four over 100 نسبها زي ما هيا الشكل ده ممكن اكتبه mixed نحط ال hole 1 كده جنب الفراكشن وطالما وصلت للشكل ده ممكن على طول احط الدسمر尾 وحط ال one ده سأكتبها على الرئيس يعني يعني نأتي هان واندي تحت الهندرد نعمل ايه عبارة عن طيب طيب يعني كم جروب من الهندرد طيب نعمل ايه نعمل يعني يبقى عندي يبقى كم طيب هذا الشكل ممكن نكتبه كميكسد نكتبه كميكسد وطالما وصلت للميكسد ودينيومييتور بتاعه 100 على طول ممكن نكتبه دسمال نحط دسمال بوينت هنا والتويني تكتب انزا لفت والسرتين نكتبها انزا لفت وطالما عنده هنا طو زيرو سنكتب السرتين في طو ايه طو بلاسز ايه بقى اللي احنا عايزين نستفيده من هنا من الملاحظة دي احنا شايفين ايه لو جينا نقارن الشكل ده مع الشكل ده ونقارن الشكل ده مع الشكل ده نلاحظ ايه ان انا لو عندي وعندي الدينيومييتور بتاعه 100 على طول بنضيف دسمال بوينت افتر 2 ديجيتس يعني عندي هنا ايه وان هندرد سيرتي فور ديفيد هندرد اعمل ايه او مكاتب كده وان هندرد سيرتي فور ونيجي من ناحية الرايت انا عندي كم زيرو؟ تو زيروز يعني هنحط البوينت افتر 2 ديجيتس نعد ادي اول ديجيتس ادي تاني ديجيتس يبقى حط البوينت هناكده تمام؟ ما نعملش بقى كل ده اول ما شوف بعيني امبروبر فراكشن ادينه من ايه بتاعه هندرد نضيف على طول البوينت افتر 2 ديجيتس زرائد يعني نبص هنا انا جات لي المسألة ديفيد هندرد اعمل ايه؟ اقوم على طول كاتب كده ديفيد هندرد سيرتين انا عندي ديفيد هندرد يبقى نمشي من الرايت 2 ديجيتس ادي ديجيت وادي التاني واقوم حاطط على طول الايه؟ ما نجيش بقى نعمل كل ده اتفقنا ده بس للشرحة عشان تعرف هي جاتت ازاي يبقى القاعدة بتاعتنا لو هعمل ديفيد التاني ديفيد الساوزاند هنجح عشان وا先 حان ديفيد هندرد سنتجح عشان عشان ديفيد الساوزاند يعني نجال كده ديفيد الساوزاند ها؟ الشطرين اللي خد البقى هم حاطنقنا ايه؟ ايه؟ سنبدأ ديفيد الساوزاند بعدا 3 ديجيتس يعني ديفيد حيث عندما BELE ارى grading او ام جاي هنا اعدي سري بلاسيز فروم زرائد ادي وانتو سري وحط دسمال بوينت ايه دسمال بوينت هنا كزا طيب هنا سري ساوزند فايف هندرد ساوزند انا شايفها دفايدت ساوزند نكتبها ازاي بالدسمال نقوم رايحين على الراية كده نعدي سري بلاسيز وانتو سري وقوم حطت البوينت فين هنا علاكم ده بيخلينا نقدر نحول بسرعة اي امبروبر فراكشن لديسمال ايه لديسمال نبر تعالوا مع بعضينا ناخد اجزامبل كده هنتعلم فيه ازاي نحاول الفراكشنز لديسمال فور قبل ما نبدأ الاجزامبل ده مع بعضينا لازم نتفق ان التابل ده يتحفز كويس جدا علشان نبقى شطار في التحويل عشان تعمل كونفرجن بسهولة لازم تعرف ايه الفاكتورز لو عملت لها تايمز مع بعض تديك 10 و100 و1000 طب انا هحفز دول ايه لان انا بيجي الفراكشن مثلا زي ده اديني منتور بتاعه ايه 20 لازم اعرف التون دي هوصلها التن ازاي او هوصلها للهندرد ازاي لان انا الهدف بتاعي دلوقتي اوصل للتن او الهندرد او ال1000 يبقى انا لازم اكون عارف وحافز ان التو تايمز 5 توصلني للتن والتو تايمز 50 توصلني للهندرد والتو تايمز 500 توصلني للساوزن ايه كمان 5 تايمز 20 هندرد 5 تايمز 200 هون ساوزن دول كل هم همين او ويهميني جدا بقى ال 4 تايمز 200 واهم واحدة دي ال 8 تايمز 125 يعني لو شفت 8 لازم اعمل لها تايمز 125 عشان اقدر اخلي اديني منتور 1000 ولو شفت 125 افتكر ال 8 على طول لان هم اللي تنين دول بس اللي بيدوني ال 1000 مع بعضيهم طيب ال 1000 في حاجات تانية هتوصلني لها اه ال 4 تايمز مثلا 250 يعني لو شفنا في الدينو منتور 250 على طول اعمل لها تايمز 4 عشان اوصل للساوزن كل ده هنشوفه هنا بالتفصيل بس لازم وضروري تحفظوا دول كويس اوش طيب يلا نشوف اول اكزامبل كده واثنين نشرحوا مع بعض انا عندي 3 over 20 انا بقولك حول هيا دسمال 4 هتقول لي يا مستر لازم اول حاجة اخلي الدينو منتور بتاعي تانية 1000 مستر انا شايف 20 واحنا خدنا الدرس اللي فات الله ان التويني دي لو رحت عملت لها 20 هتديني ايه هتديني 10 انا كده وصلت يا مستر اقولك يلا نجرب فوق يلا نجرب النيومريتور لما تيجد اعمل للسري برضو مش هينفع مش هينفع سري يبقى لا مقدرش هنزل بالتويني يبقى لازم اطلع بيها الفوق اطلع بيها الفوق لحد مين لحد الهندرد تمامي يبقى حنتفق مع بعضينا لو مثلا هنا كان فيه فور هنا لو كان فيه فور كنت وصلت التويني للتن نزلت بيها وكنت حنزل بالفور للتو لكن انا فجأت ان السري مقدرش اعمل لها دفايد التو فاضطررت اطلع له قدام يبقى لازم اطلع بالتويني لحد الهندرد اسأل نفسي التويني تديني هندرد تايمز فايف طب انا كده لازم اعمل ايه لازم اعمل برده لازم اعمل برده لازم اعمل برده تديني كام تديني ففتين طيب هل الشكل ده هيفيدني في التحويل اه طبعا هيفيدك في التحويل لان انا عشان احول لازم يبقى دينوميناتور وان وجنبيه زيروز طيب انا عندي هنا الون جنبيه كام زيرو تو زيروز هل عندي هول وانز ما عندي ايش يبقى هعمل كده زيرو بوينت الففتين دي نحطها ازاي انا عندي هنا توبلازز يبقى نحط على طول ايه الففتين طالما هنا النمبر اد الزيروز نكتبه على طول يلا نشوف هنا توينتي وان دفايدت فور الفور عايزين نوصلها مش هينفع اما لو اوصلها الميتر نوصلها الهندرد فور تايمج اي وصلني الهندرد اللي قلت لكم لازم تحفظوها فور تايمج describe توصلني الهندرد او بس ان كده لازم اعمل توينتي وان تايمز توينتي فايف ودا كده هيبقى كبير يعني معنا كده لازم اروح لدرافت اعمل كده توينتي فايف تايمز توينتي وان ونعملها طب ما فيش طريقة اسهل لا فيه طريقة اسهل ايه هي على طول نحول ده المكسد وطلع الهول وانز يلا 21 divided 4 4 times ايه توصلني لل21 الشاطرين في التابل وانا عارف ان انتو كلكم شاطرين في التابل 4 times كام 4 times 5 يبقى ده بيديني 5 كده يبقى كام من 4 times 5 4 times 5 بتويني يبقى كام عشان اوصل لل21 يبقى 1 وحط ايه في الدينومياتور حط 4 يعني 21 divided 4 عبارة عن 5 and 1 over 4 ده هيخليني ما اعملش الايه الملتبليكيشن ده يبقى انا حقول ده هيقوالز الاتي هذه ال5 ال4 دي نوصلها الكام نوصلها ال100 نعمل لها times كام times 25 دلوقتي بقى لما اعمل ال1 times 25 تبقى سهلة 1 times 25 يديني 20 ايه يبقى المسألة دي كان ممكن ابدأها بطريقتين كان ممكن الفرعة على طول اوديها لل100 واعمل ال21 times وكنت هعملها كده كل تحقول كده 1 times 5 يديني 5 1 times 2 يديني 2 وبعد كده لا تذكر تبقى 0 لازم نحط 0 هنا 2 times 5 يديني 10 0 and we have 1 2 times 2 is 4 plus 1 is 5 نعمل كده يبقى 5 2 5 وكنت حقول ان هي 525 اللي هيكنا حتيكوى الايه بقى هنا ادي الهول ونزهم ونحط point ونحط هنا 20 ايه 25 يبقى كان ممكن اعملها كده او كان ممكن على طول احول ال21 ل525 ديفايد الهندرد ولما كنت حكت بدي كنت لازم هحط decimal point after two digits from the right كتحجيلي فين كتحجيلي هادا يبقى احنا عندنا في المسألة دي طريقتين ياما اخد النيومريتور اشتغل بيه على طول ياما احولها المكسد واشتغل عليها بصورة ايه اخف شوية يلا هنا 5 over 8 اول ما نشوف ال8 على طول تيجي في دماغنا اختها ال125 يعني لقيت عشان توصل لل1000 لازم محتاجة ال125 طيب ال5 نعمل لها ايه ال5 برضو نعمل لها times 125 تدينا كام 5 times 5 25 5 هنكاري up 2 5 times 2 is 10 10 plus 2 is 12 2 وهنكاري up 1 5 times 1 is 5 plus 1 is 6 اه نيجي يلا بقى نبص هنا تعالوا نحول لإيه لتسمى الفورب هنكتبها ازاي هلا عندنا whole ones مافيش يبقى نحط كده zero point يلا نشوف الـ fraction ده نعبر عنه ازاي انا شايف هنا النمبر ده الـ digits بتاعته ادي الزيرو يبقى اكتبوا على طول زي ما هو six hundred twenty ايه twenty five طيب يلا اللي بعد كتر اه انا عندي هنا eight hundred اعمل فيها ايه هل ينفع اوصل الـ eight hundred وصلني الـ hundred divided eight يبقى لازم اعمل الـ thirty two divided eight تديني كام تديني four يلا نحول هنا وناخد بالنا بقى ناخد بالنا من هنا عندي whole ones مفيش يبقى zero point هنا بقى الفور دي نكتبها ازاي اكتبها كده ولا اكتبها كده ها الصح ايه الصح ان انا اكتبها كده ليه عشان عندي هنا two zeros two zeros يعني عندي هنا two places يبقى هنكتب الفور في two places يبقى الفور لما تتكتب هنا هتتكتب هنا ولا هنا لا تتكتب هنا ونسيب بلس ده ايه للدجت ده عشان يكون عليه عايز اقول fourteen عايز اقول twenty four عايز اقول thirty four forty four fifty four هنكتبها ازاي بسيب بسيب بلس ده لكن اسيبه فاضي كده لأ طبعا نخط فيه ايه نخط فيه zero اوكي يلا هنا عندي الففتين عندي هنا two thousand ينفع اشتغل على two وجنبها zero لا لازم اشتغل على one وجنبها zero يبقى نحول two thousand لساوزند يبقى نرجع بيها يعني كلمة نرجع بيها يعني نعمل ازاي two thousand نعمل divided two يبقى لازم نعمل الفورتين divided two تديني كام تديني seven ها دي جهزة دلوقتي جهزة ليه الهول وانز قدام شايفهم والفراكشن divided thousand يبقى نكتب الففتين ونحط point ناخد بالنا بقى seven دي كتبها ازاي دي seven parts from thousand parts يعني تكتب ازاي هل نكتبها كده ولا نكتبها كده ولا نكتبها كده ها اللي خدوا بالهم وانا بشرح يقول يا مستر لا نكتبها كده عشان انا عندي هنا three zeros يبقى لازم حط هنا three places دول هنبتدي نكون فيهم ونعد لحد ما نوصل للساوزن يبقى لازم تكتب هنا يبقى seven zero a zero لما هتتعود ان شاء الله هتلاقوا الدنيا بقت سهلة اوكي طيب يلا نشوف البلس باليو بتاعت الدسمال احنا اخدنا من الدرس اللي فات ان دي اسمها الدسمال point على اللفت منها البلس اللي نحن عارفينها قبل كده ده تنس ده يعني الناين دي الفاليو بتاعتها nine طب دي الفاليو بتاعتها كام دي قاعدة في التنس يعني يعني الفاليو بتاعتها فورتي التو دي قاعدة في يبقى تاخد الفاليو بتاعت الهندرد يعني هي عبارة عن يعني الفاليو بتاعتها 200 طيب يلا نشوف الفراكشن بارت وده اللي يهمني بقى قوي ناخد بالنا اول بلس عندي اسمه يعني الاجزاء من التنس ناخد بالنا ما عندنا ش حاجة اسمها الاجزاء من هنا في هنا مفيش الكلام ده انا عندي هنا اول بلس عندي بيبدأ اللي هو التنس اللي هو الاجزاء من التنس طب دي الفاليو بتاعتها طيب جميل قوي السيفن دي قعدة في بلس اسمه يعني اللي موجود هنا هي اجزاء صغيرة من يعني الفاليو بتاعت السيفن دي عبارة عن كل واحد من دول بيقبر عن طيب السيري دي قعدة في بلس اسمه اللي هو اللي بيتحط فيه الاجزاء من الساوزند يعني هنا اقل من هنا يبقى الفاليو بتاعتها ايه سري بارتس فروم ساوزند بارتس اوكي طبعا البلس ده اكبر من البلس ده والبلس ده اكبر من البلس ده ولازم ناخد بالنا جدا يا اولاد ان اللي يقعد في البلس ده بيبقى اكبر من البلس ده يعني هنا لو في ون وهنا لو في ناين لا يبقى الوان ده اكبر من الناين لان الوان ده عبارة عن وان فروم تين بارتس لكن الناين عبارة عن ناين فروم هندرد بارتس طبعا الكلام ده حيفدنا في ايه حيفدنا في مسائل الكمبير هنجي نعمل الكمبير بتوين النامبر لازم ناخد بالنا كل القوة بتاعته قدي لو عجبكم الفيديو اشتركوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك ولنك الصفحة موجود في الفيديو تعالوا مع بعضين نشوف الاكسرسيز اللي علسن بيقول رأي اتش او اتش مال نمبر از اي اكزامر نيجي نبص مديني المكسر نمبر ونحويله طبعا اكسرسيز سهل قوي موفر عليك مجهز لي يدرب اكتب المكسر في صورة الدسمال 8 27 هندرد يبقى 8 point 27 لك كتاب 27 لكي تحطيها الهندرد 2 0 ك هندرد 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 هل انا عندي هل هل لا عندي يبقى نكتب 0 point 7 يا أولاد نحن نكتب ها لازم نعمل كذا هندرد يقول لي اكتب 0 point 7 لازم نكتب ها لان الهندرد تقول لي اضع 2 places 25 over thousand هل لدي whole ones لا لازم 0 point نكتب هل نكتب هكذا 0 2 5 لماذا؟ لأنني 1000 نضع 3 places بعد ذلك وفي ذلك يقوم بعمل الروح رأيتوا معرفة كما فعلت الدسم الجميل و سهل لازم الآن في الزيارة فكرتوا أنه أسهل كثير من الجوارة المجزة يتبقى كيفية الروح كيف نكتب سيفي بأن أخذ بنا هم سواء الزرغان لست ثلاثة لأن هناك 2 أعجائك فلنكتب 0 1 200 and 7 divided 100 عندما يكون لدي إمبرور نفعل كيف يكتب المثال وعند بعد 2 أعجائك نفعل 2 أعجائك وعند 2 أعجائك يصبح معاً 2.07 هنا عندي 1000 تحت يبقى كتب على طول النومريتور ونعد الدجتس بعادة الزير وان تو سري ونحط البوينت اللي بعدها بيقول لي إيه؟ نقوم بمسكرة 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 أو مقصة 5 & 1100 تكتب كده 5 & 11 over 100 12 & 17 thousands تكتب كده يعني 12 & 17 part from thousands نكتب ديس كده 16 و 72 هه؟ دفايد 100 ولا دفايد 1000؟ نرى كم بلايس 2 بلايس 2 دجتس يبقى كتب 100 هنا في كم بلايس 2 بلايس يبقى هنعمل 17 و هنعمل دفايد 100 هنا في كم بلايس 1 2 3 يبقى دفايد كم دفايد 1000 على طول 125 & 174 thousands هنعمل دفايد 100 اللي بعدها ادي 6 ناخد بالنا بقى من الناين دي الناين دي هنحطها 10 أو 100 أنا عندي كم بلايس هنا ادي 1 ادي 2 يبقى دفايد 100 هنعمل سيبقى 5 و 17 مقام بلايس 1 2 3 يبقى 1000 28 و 1 1 أفايد كم بلايس 1 2 3 يبقى دفايد 100 هنا هل عندي كل 1؟ لا يوجد نحط فراكشن على طول دفايد كم بلايس 1 2 3 يبقى دفايد 100 نحط فراكشن على طول هنعمل سيبقى 17 و 17 يبقى 100 اللي بعد كده نحط فراكشن على طول دفايد كم بلايس 1 3 3 هذه طبعا سهلة جدا ليه؟ أنا عندي هنا دفايد كم بلايس 1 2 3 نحط فراكشن على طول و نحط فراكشن على طول أكتب فراكشن على طول كله يبقى 453 هنا نحط فراكشن على طول كم بلايس 1 3 3 3 و نحط فراكشن على طول كم بلايس 1 3 3 4 4 4 4 512 هنعمل سيبقى هنعمل سيبقى هنا نكتب فراكشن على طول هنا فراكشن على طول ثقافيا ثقافيا آخر فراكشن على طول هنعمل كم بلايس 1 3 3 4 5 يبقى يبقى نحط فراكشن فراكشن على طول بعد دو حدث وهنا نحن نرى 4 و هذا من المهم جدا الذي نتعام فيه كيف يجعله 10 1000 المجموعة مهم جدا سري دفايد 50 سري دفايد 50 سري دفايد 2 3 سري دفايد المجموعة 6 100 سري دفايد Felipe سري سري دفايد سري 2 كما هي والسيرتيتو تتكتب كذلك يلا هنا هيبقى one hundred and eight الone over four الfour نعمل لها times twenty five سنوصها للهندرد يبقى لازم اعمل one times twenty five يبقى يدي one hundred and eight وعندي هنا hundred وعندي هنا twenty twenty five one hundred and eight نيجي نشوف هنا seven and one over twenty نحاولها ازاي الهندرد times five حفظين بقى كل الكلام ده هذه الone over twenty اعمل لتوني times five والone times five تبقى seven and هنا تبقى hundred one times five يدين ايه يديني five يتحول ازاي نعمل seven point الfive نكتبها على طول ولا هنا over hundred نكتب او five لا نكتب او five هنا twenty five نحاولها هندرد ازاي times four يبقى twenty six نكتبها ازاي الone واند twenty five times four times four يبقى twenty six and four over الهندرد يعني twenty six point o four اللي بعديها ات هندرد لا تجيب الدباجن نعمل لها دباجن hundred twenty seven الات هندرد نعمل لها ديفايد ال eight ونعمل السكستين ديفايد ال eight تديني one hundred twenty seven هنا ات هندرد ديفايد ايت تديني هندرد ديفايد ات هندرد تبقى one hundred twenty seven point oto اللي بعديها two hundred fifty قولنا اين عمل لها تايمز كام عشان توصلني ال thousand times four يبقى two hundred fifty times four وهنا one hundred eighty seven times four يبقى هنا نحط هنا يبقى 4 × 7 28 أدي 8 نقوم بإضافة 2 4 × 8 32 plus 2 تبقى 34 نكتب 4 ونقوم بإضافة 3 4 × 1 يديني 4 plus 3 يديني 7 يجب أن نتضرب على ملتبليكيشن الكندا تشرح في الأولى نعمل فيها 0.748 يلا هنا 500 نعمل لها × 2 توصلني لل1000 500 × 2 وهنا 37 × 2 يبقى هنا 1000 2 × 7 14 4 ونقوم بإضافة 1 2 × 3 6 plus 1 يديني 7 ماذا تبقى ؟ 0.7400 أو 74000 لا يجب أن نقوم بإضافة 0.74 لنقوم بإضافة 1 0.7400 أو 74 نقوم بإضافة 1 نقوم بإضافة 1 نقوم بإضافة 7 نقوم بإضافة 18 ونقوم بإضافة 21 × 7 وإضافة 70 × 7 نقوم بإضافة 80 × 8 وهنا 3 × 10 يبقى 18 × 3 الآن 2000 نقوم بإضافة 2 لكي نحويلها إلى 1000 وال14 نقوم بإضافة 2 إضافة 2 يبقى أنا عندي هنا 7 14 × 7 2000 × 2 يديني 1000 لو هنا يديني كام 0.007 يالله هنا عندي 300 إبقى نقوم بإضافة 3 تحولني الهندرد يالله نقوم بإضافة 2 نقوم بإضافة 3 نقوم بإضافة 3 نقوم بإضافة 3 نقوم بإضافة 3 نقوم بإضافة 2 10 × 3 مين أقرب حاجة توصلني إلى 3 3 × 3 9 تبقى六 نقوم بإضافة 3 أوضاري الطريقة girls きäft radios ما لمقدان أنهم تنزل طريق يلبط آخر أنهم يديني 현재 كيف لا يمكن الشيء فك have العقلب ملتبليكيشن والديفجن اهم حاجة مع التايمز تابلز طيب ده ديفايدد هندرد نعمل ايه نكتبه زي ما هو نكتب النيومريتور زي ما هو عندي هنا تو زيروز يبقى حنحط على طول ديسمال رايتخب الاندجيتس يبقى نحطه هناك يلا اللي بقى كبه تسمى الاندجيتس يبقى واندرد فورتي السفن اند اللي هي دايت اللي هي تسمى الاندجيتس يبقى هندرد دزيس يبقى نحطو بلاس بس هنا سيكس اند سيكون 6 و ماذا ؟ 200 نقبلنا 200 يعني 2 بارتس from 100 بارتس يبقى ايه ؟ هنا 300 1000 ده ما فيش whole ones يعني عمل كده و هنا 300 1000 يعني 300 300 بارتس from 1000 بارتس طيب 22 and طالما قال لي يبقى هنحط و هنا 22 هندي 22 and هندي ايه ؟ 35 هل ينفعك في 35 او لازم اقرى هنا لازم اقرى دي الاول لازم اقرى في 100 او 1000 لو قال لي 100 هنكتبها كده لكن لو قال لي 1000 هنحط هنا ايه ؟ مجددا 200 هن состо 100 و و 49 لازم اقرأ اوعي أعرف اي Julian 49 من أحد 100 أم من من أحد أهل لكن إذا قلت here 100 سنقوم بقى سنقوم بقى آخر 11000 ويقوم بقى آخر وفوركسان 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 فوركسان فور كيف يكتب يعني فور بارت من خلال بارت 0 يقول إذا إكتب هانا 0.35 سنكتب الفراكشن على طول يبقى 35 هندردزز يبقى 35 هندردزز اللي بعديها 9 and 73 هندردزز زي ما نقطعها نكتبها 9 and 73 73 هندردزز هانا 49 9 380 347 300 47 47 47 يلا هين 2 and 9 9 ايه بقى 100 ما عنديش نكتب الفركشن على طول 300 and 18 ايه بقى 1000 يلا هين 64 and 75 75 ايه 1000 يلا هين 125 and 7 1000 1 12 19 20 20 20 20 20 21 21 22 21 22 23 24 24 25 25 25 26 27 27 هذا الاتنين وارا بعد على طول نخد بالنا الاتنين وارا بعد على طول لو سأقول 7 و 8 لكن لو زودنا هنا اخر بلاس وضعنا في 0 ورحنا زودنا هنا اخر بلاس وضعنا في 0 نلاقي ان هذه اصبحت 70 و80 يبقى احنا كده خلينا ما بينهم 10 بارتس يبقى ده هيبقى كام يبقى 0.71 يبقى كده 0.71 وهنا 0.72 هنا 0.73 0.74 0.75 0.76 77 78 هنا 0.79 تفنى يا اولاد يبقى احنا لما نشوف الاول 0.7 و 0.8 ما ينفعش نقول ما فيش حاجة في وسطهم لا فيه طب فيه ازاي نقاد اخر بلاس هحط بلاس على الرايت وحط بلاس على الرايت ونحط فيه 0 نلاقي 7 بقت 70 وال8 بقت 80 وعندي هنا 10 دسمال نمبرز يلا هنا 19.5 19.6 يا مستر دول ورا بعض 19.5 وراها على طول 19.6 اقول لك لا اخد بالك ده لو احنا هنتكلم عن فعلا لو احنا بنتكلم عن حاجات اجزاء من التنس ال 19.5 وراها على طول 19.6 لكن انا لو حطنا هنا 0 وحطنا هنا 0 هنخليها اجزاء من الهندرد يبقى هنا 50 وهنا 60 ويبقى in between them we have 10 دسمال نمبرز يبقى هنا 19.51 19.52 19.53 19.54 19.55 19.55 يبقى ده مهم قوي لما نيجي نبص على نمبرز نفتح على طول بلس هنا ونفتح بلس هنا كمان ونحط في بلس 0 نلاقي عندي ان انا حولتهم من اجزاء من التنس لاجزاء من الهندرد وظهر لي اللي ايه وظهر لي اللي بينهم يلا نشوف هنا 5.37 والناحية التانية 5.38 هتقول يا مستر دورة بعض لو احنا هنتكلم عن بلس فعلا دورة بعض لكن احنا لو فتحنا بلس هنا وحطنا في 0 ولو فتحنا بلس هنا وحطنا في 0 حولناها من البارتس أوف هندرد للبارتس أوف ساوزند يبقى سيرتي سيفن بدل ما هي اصبحت سيرتي سيفن بارتس فرم هندرد بارتس هتبقى سري هندرد سيفنتي بارتس فرم ساوزند بارتس طب انا كده استفدت ايه؟ استفدت ان انا خلت هنا في عندي تن نمبرز هيظهروا معي حسنا هنا هيبقى 5.371 5.372 يبقى هنا 5.372 هنا 373 هنا 374 يبقى 5.374 هنا 5.375 وين هنا 75؟ ما موجودة؟ الله بس انا لدي شيء غريب قوي انا لدي 5 و3 و8 لا نحوّلوا كيف احنا قلنا ان 8 نعمل 5 times 125 يبقى لازم اعمل 3 times 125 تديني ايه؟ هنا 5 ونعمل هنا 1000 هنا 3 times 5 15 5 and we have 1 3 times 2 6 plus 1 يديني 7 3 times 1 يديني 3 ايه؟ هذا المنظر هذا اللي هو كده؟ يبقى هنا نحط مين نحط هذا اللي هو 5 and 3 over 8 يبقى 5 and 3 8 هي هي 5.375 يبقى هنا يبقى 5.376 هنا 77 هنا 5.378 ايه؟ ايه؟ طيب يلا اللي بعديها عندي 23.15 23.16 اعمل ايه؟ مستوضل اتنين وارا بعض اخد بالك لما تلاقيها عاملة كده تزود هنا بلاس وتزود هنا بلاس خلتها 150 وهنا 160 يبقى هنا هيظهر معي 10 decimal numbers ايه؟ يلا 151 152 يبقى 23 and 152 1000 هنا 153 يبقى هنا 23 154 1000 55 يبقى 23 156 57 58 23 159 1000 اوكي؟ الاكسرصيز دي مهمة جدا برضو 7.16 7.16 7.17 نعمل ايه؟ نفتح هنا بلاس حط هنا زيرو وحط هنا زيرو ونكون 161 62 63 64 64 64 ايه؟ 7.16 7.165 66 7.167 7.168 هوند سيكستي ايه. يالا اللي بعدين. هنا نينتين بوينت ففتي تو. هنا نجرب كده. ففتي سري ففتي فايف. ففتي سيكس. ففتي سيفن. تمام. يبقى ميش هنا مضبوط. يبقى هنا نينتين بوينت 53 55 يصبح 19.56 هنا 57 58 يصبح 19.59 يبقى هنا 19.60 نتuk ними الهيئة 19.51 هنا 19.55 يصبح 19.52 هنبتدى نتعرف اكتر على المنزل و المنزل هنا النمبر ده نعمل ايه ادي الدسمال بوين فور هندرد سكستين ادي السيكس في اليونتز الوان عندي في التنس الفور عندي في الهندردز الوان دي فين في التنسز السري دي سري بارتز تتحط فين في الهندردزز والناين تتحط هنا ناخد بالنا بقى الوان ده الفاليو بتاعته كام الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هنا سيكون 629 هنا لا يوجد تنس نضع هنا 0 هنا نضع 4 هنا نضع 1 هذا 0 الـ value 0 الـ 0 في أي حتة الـ value 0 الـ 400 الـ 4 في البلس الاسمه 100 الـ value 0.04 الـ 1 عندما يقعد في البلس الاسمه الـ 1000 الـ value تبقى كم 0.01 الـ 9 في الـ units يبقى الـ value الـ 2 الـ 10 يبقى الـ value الـ 60 الـ 100 يبقى الـ value عرفتوا الفرق بين هنا وبين هنا يلا هنا 70 وهنا 287 1000 يلا هنا 906 وهنا 5 7 طبعا هنا لا يوجد شيء نضع 0 يمكن أن نضع 0 على الـ value اه يمكن أن نضع 0 على الـ value عادي وشوفناها في الـ example الذي يوجد فوق أنه يمكن أن أفتح على الـ value والـ number لا يتغير معي هنا نقول ايه 901 43 هنا 50 and 18 يلا 300 and 18 ومعنديش أي fractions نحن نرى هذا الجديد يقول underlines the units and the circles hundreds in each of the following أولا هذه units أولاد في الـ whole ones أو في الـ fraction board لا في الـ whole ones نضع من الـ الـ ومعط أول إنه يوجد وكما لو أننا أصبح أول هناك 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 ونحن نحن نقوم نقوم ماهو هذا ده موجود فين ده الساكند فروم زرائت من الايه من البوين يعني ده التنس هو ده فايف الزير الفايف تاني واحد على طول ده ده هو ده يبقى تاني واحد فروم زرائت من الايه من الدسمال بايتا هاته هنا بايتا هاته ايه بايتا لأيت او اعييه nächste اللي اسمه هاندردز يعني ايت باردز من هادرد باردز طيب يلاد التو في بايتا الاسمه ايه هاندردز يعني هول وانز مش فراكشنز يبقى الباليو بتاعتها 200 5 دي في البلس اللي اسمه 10 يعني 5 بارتس فروم 10 بارتس يعني 5 يعني فراكشن 5 أوفر 10 نيجي هنا الناين دي موودة في البلس اللي اسمه ساوزنزز يعني أجزاء صغيرة قوي من الساوزن تب هم كم جزء 9 يبقى نكتب 9 أوفر ساوزنزز هنا السري دي في البلس اللي اسمه هاندردزز لا فراكشن يبقى لازم نحط الشرطة بالفراكشن ونحط فوق السري وتحت هي قعدة في البلس اللي اسمه هاندردزز يعني 100 اللي بعد كده الزيرو يا أولاد فأي البلس اللي اسمه الزيرو الزيرو الات قعدة في البلس اللي اسمه تنس بالهول وانز يعني الات لما تقعد في هذا البلس تبقى 80 تعالوا نشوف هذا الاكسرسايز ده هنا عايز يدربنا ويعرفنا ان احنا ممكن نكتب النمبر في صورة اسمه يعني الدسمى النمبر برضو ليه حاجة اسمها الاكسرسايز فور يعني النمبر ده سيفنتي فور اند فايف هاندرد سيرتي وان ساوزنزز ده بيكتب ازاي ممكن اكتب الهول وانز كده واكتب الفراكشن بارت كده وممكن اكتب كل ديجيت بالفاليو بتاعته يعني السيفنتي فور اهي الفايف دي عبارة عن ايه عبارة عن ايه عبارة عن ايه السري دي عبارة عن ايه او بوينت او سري الوان دي عبارة عن ايه او بوينت او او وان يبقى انا قسمت النمبر ده هنالله هنا ده عبارة عن ايه ؟ هايبقى ايت بلاس او بوينت سيفن فور سيفن 우리�ها او بوينت سيفن نعملها اكملها حتى نحطھیجي السيفن دي عبارة عن ايه او بوينت سيفن الفور دي عبارة عن ايه ؟ هاستيفن لها او بوينت او او فور المشور يالله هنا ده النمبر الاصلي بتاعه ده ده النمبر الإми hin member الل capitaine ما هي 0.6 9 0.09 1 0.01 نرى هنا ما هي ما هي 0.01 هل عندي 100.000 على طول نضع هنا 0.02 نرى الذي بعد يقول أن تأخذ المؤسسة 5.3.100 ما هي سهل 3.17.000 موسيقى من هي موسيقى 5 100.000 موسيقى 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 هل هي ماذا؟ هنا في النمبر ده قاعدة في البلس اللي اسمه هندردزز يقول لي البلس وأخذين بالكم من الكلمة طالما ذكرنا كلمة البلس يبقى حريك بوردز يبقى نقصد المكان المكان اسمه ايه؟ اسم المكان هندردز ولا هندردزز؟ لا هندردزز ده اللي هو ده لو قلتلك الوان ده البلس بتاعه حسنا 550 and 5000 نكتبها 550 ايه؟ يقول لي and نضع الوان 5000 نضع 005 اللي هو ده يالله اللي بعد كده 15 هل عندي هل وانز؟ لا نضع 0 وبعد كده نكتب ال 15 اللي هي دي الله وما دي عبارة عن ايه؟ 15 1000 يال 45 تنس دي حلوة دي بقى جنيلة 45 45 ايه التنس دي؟ اللي هي الاجزاء من التنس طب هو الاجزاء من التنس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 0.1 يعني 45 من 0.1 كنا بنعملها ازاي اولاد دي؟ كنا بنعملها 45 يعني 45 times 0.1 نعملها ازاي؟ هي 45 عبارة عن ايه؟ هي 45 هي 0.1 عبارة عن ايه؟ هيبقى times 1 over 10 اللي هي هتبقى 45 times 1 ب45 نحط التن تحت اوكي؟ يبقى 45 تنس لكنها 45 divided 10 تدينا كام؟ هنحط decimal point after one digit from the right اللي هي 4.5 دي مهمة قوية اولاد لو قال لي 45 تنس اخلي 45 في النيوميناتور والتن في النيوميناتور طب لو قال لي مثلا 245 hundreds نعملها ازاي؟ نقول كده على طول 245 ونحط تحتها 100 اللي هي 2.40 ايه؟ 45 اوكي؟ يبقى 45 تنس يعني 45 over 10 يلا الاجزامبل اللي بعد كده يقول لي ايه؟ 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 انا عرفت ان انا عندي فراكشن كده والفراكشن ده امبروبر يعرفت ان هنا فيه ايه؟ 1000 ليه؟ عشان قال لي ايه؟ 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 يبقى هنا فيه 4 وايه؟ ايه؟ 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 يقول لي ايه؟ ايه؟ انا منه؟ ايه؟ 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 سوق كل هذا überhaupt طبعا مسألة جميلة وحلوة وبكده يا أولاد يبقى خلصنا الليسون جميل جدا زودنا في معلوماتنا على أهم حاجة في الليسون ده نعرف كويس إزاي نوصل الدينوميناتور للتان والهندرد والساوزن اشتركوا في القناة